مشاهدين الأعزاء عودة مرة أخرى إلى المؤتمر الصحفي لهيئة قناة السويس بشأن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية ينضم إلينا من الإسماعيلية الزميل أيمن عماد مراسلنا من هناك أيمن أهلا بك في هذه الجولة ما أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي من تصريحات من مسؤول الهيئة بخصوص التفاوض أهلا بك أهلا بك أهلا بالفعل اليوم كانت هناك مؤتمر صحفي لجمة التفاوض المكلفة بالملف التفاوضي والقانوني لقضية السفينة سفينة إيفر جرين بالفعل كما تعلم كانت كان يوم أمس هناك جلسة من المحكمة الاقتصادية الابتدائية في الإسماعيلية وعلى هذه المحكمة تمت أجلت القضية إلى 20 يونيو المقبل بناء على طلب المدافعين عن سواء المدافعين عن في القضية من جانب هيئة قناة السويس أو من جانب شركة إيفر جرين ولكن تفاصيل أكتر معنا الأستاذ جورج صفوت المتحدث الرسمي بإسم هيئة قانت سويس لو طلعنا عن تفاصيل أهلا بك أستاذ جورج لو طلعنا عن أهم التصريحات في هذه المؤتمر يمكن كما جاء في مقدمة حضرتك بناء على قرار المحكمة الاقتصادية الابتدائية في مدينة الإسماعيلية تم تأجيل بالفعل الجلسة المنظورة حاليا أمام القضاء المصري لجلسة 20 يونيو لإتاحة وقت أكبر للتفاوض الودي ويمكن ده هو ما أكدت عليه قناة سويس مرارا وتكرارا هو السعي للحلول الودية حفاظا على العلاقات الاستراتيجية مع العملاء الخاصين بهيئة قناة السويس وبالتالي هذا الوقت سيتيح فرصة للتفاوض بصورة ودية وإتمام هذه المفاوضات إن لم نتوصل إلى حل مرضي بالتأكيد لقيمة التعويضات المطلوبة من قبل هيئة قناة سويس فيظل الأمر خاضع لقرار القضاء المصري الذي ينظر حاليا في هذه القضية جورج لو تطلعنا عن أليات التفاوض مع الجانب الآخر جانب اللواء الملاك سفينة إيفارجري في الوقت اللي فات بالكامل هيئة قناة سويس عملت بشكل مكثف جدا تحديدا لجنة إدارة ملف التفاوض لإعداد ملف متكامل بقيمة المطالبات المالية قيمة الخسائر لتكبدتها هيئة قناة السويس قيمة التقديرات اللي جات في تفصيل التعويضات الخاصة بالهيئة أيضا تقدير لكافة الخسائر سواء كانت مادية أو خسائر معنوية لتكبدتها هيئة قناة سويس على مدار ستة أيام كاملة هي الأيام المستغرقة في عملية التعويم تم تأييد هذه المطالب بالمستندات اللازمة وتم إرسالها إلى الشركة المالكة وهو الأمر محل التفاوض حاليا كان هناك تضارب في قيمة الغرامة الموقعة على الشركة كانت تتخطى 900 مليون دولار ثم بعد ذلك اعتباعا نزلت ببنان على طلب رئيس الهيئة لو تطلنا عن تفاصيل هذا التضارب ما كانش فيه تضارب على الإطلاق خالص قيمة الأولية اللي تم تحديد على أساسها مبلغ التعويض المطلوب من قبل هيئة قناة سويس تم احتسابه على قيمة تقديرية لقيمة البضائع وقيمة السفينة نفسها قيمة البضائع وقيمة السفينة هي أحد المفرضات المهمة اللي بيتم على أساسها احتساب قيمة التعويض في بداية الأمر طلبنا من ملاك السفينة موافتنا ببيان بقيمة البضائع والسفينة أفادوا في البداية عدم امتلاكهم لمثل هذا البيان وبالتالي كان الخير الوحيد أمام هيئة قناة السويس هو إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لإحتساب قيمة تقديرية للسفينة والبضائع الموجودة على متنها وتم احتساب هذه القيمة وتقدير قيمة التعويض مقارنة بهذه القيمة اللي جت بـ 916 مليون دولار بعد فترة وثان الملاك بهذا البيان اللي كنا طلبناه فيما قبل اللي بيوضح قيمة البضاعة والسفينة نفسها وبالتالي جاءت هذه القيمة أقل من التقديرات الخاصة بهيئة قناة السويس ومن هنا كان من المنطق أننا نقل الحجم المطالبة بتاعتنا من 916 وصولا إلى 550 مليون دولار ما فيش أي تضارب ولكن زي ما شرحت لحضرتك التقديرات الخاصة بقناة السويس كانت مرتفعة عن القيمة الحقيقية للبضاعة وعلى هذا الأساس احنا طلبنا من الملاك في بداية الأمر أنهم يقولون القيمة الحقيقية لما تم إنقاذه سواء كانت السفينة نفسها أو البضاعة عدم وجود مثل هذا البيان هو اللي دفعنا لتقدير قيمة التعويضات وتقدير قيمة البضاعة والسفينة عشان نقدر على أساسها نحسب قيمة التعويضات هل هذه العملية كانت إنقاذ أم تعوين بها؟ وفق المفاهيم وفق القانون البحري المصري وفق المختلف الأعراف والموثيق الدولية ما قمنا به على مدار ستة أيام ومقام به أبطال هيئة قناة السويس هو عملية إنقاذ لا تقبل أي تشكيك ولا تقبل أي لعبة بالمفردات أو المترادفات عملية إنقاذ بكل المقاييس بكل يمكن العمليات المتدخلة اللي كانت بتتم على التوازي مش بس كانت بتتم عملية إنقاذ السفينة عن طريق إجراء مناورات القطر والشد ولكن لأول مرة استحدثنا كمان مفهوم التكريك واشتراكه في عمليات الإنقاذ البحري كنا بنراعي أيضا سلامة كافة الأطقم المشاركة رعينا أيضا سلامة البضاعة الموجودة على متن السفينة رعينا أيضا عدم إحداث أي ضرر في جسم السفينة ودي يمكن من الحالات النادرة اللي بيتم إنقاذ سفينة عملاقة بهذه الحمولة بدون أي ضرر بيصيب الحمولة أو السفينة أو بدن السفينة نفسه أستاذ جورجي لو تطلعنا أخيرا عن حركة الملاحة في قناة السويس يمكن معدلات إيجابية بتحققها هي القناة السويس في الفترة الأخيرة تحديدا بيان شهر إبريل اللي أعلن عنه معليل فريق أسامة ربيع رئيس الهيئة منذ أيام قليلة اللي بتسجل فيه الهيئة أعلى إراد شهري في تاريخها إراد تخطى 550 مليون دولار أمريكي فيه يمكن رسالة إيجابية ورسالة طمأنة لمجتمع الملاحي الدولي على قدرة هيئة قناة السويس مش بس على التعامل مع الأزمات ولكن التعافي من مثل هذه الأزمات سواء كانت أزمات طبيعية في بالمثل جائحة كورونا أو أزمات زي اللي شفناها مؤخرا جنوح السفينة في قناة السويس وتوقف حركة الملاحة لستة أيام رسائل إيجابية بترسلها إدارة هيئة قناة السويس لمختلف قطاعات النقل البحري في العالم على قدرة إدارة الهيئة على إدارة الأزمات قدرة إدارة الهيئة أيضا على تعزيز المكان الرائضة لهيئة قناة السويس ولهذا المجرى الملاحي الاستراتيجي تحديدا شكرا جزيلا شكرا إذن همام هذه هي التفاصيل هذا المؤتمر الصحفي الهام للإطلاع على المستجداد القضية الهامة قضية السفينة الحويات إيفار جيفل إليك أيمن عماد من رسولنا من الإسماعيلية شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وطبعا شكرا موصول للمتحدث باسم هيئة قناة السويس على كل هذه المعلومات التي أمدنا بها شكرا